اقتصاد التركي تأرجح على حبل سعر صرف الليرة فمع فقدان الليرة قرابة 10% من قيمتها أمام الدولار خلال أقل من شهر بات الغموض حول مستقبل اقتصاد البلاد هو سيد الموقف وبين إجراءات أقدم عليها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وأخرى داخلية تتراوح أسباب الأزمة التي بدأت تتصاعد ككرة الثلج المتدحرجة الاقتصاد التركي بات اليوم بحاجة إلى 165 مليار دولار لسداد دينيون شركات عامة وخاصة على المدى القصير فيما يبلغ إجمال احتياطيات البنك المركزي التركي من العملة الصعبة حاليا 33 مليار دولار لا غير هذا فضلا عن 60 مليار تدخل في إطار عجز الموازنة وفي ظل عدم وجود السيولة الكافية فإن الأزمة ستتفاعل على نحو سلبي تدهور سعر صرف الليرة أمام الدولار واجهه البنك المركزي التركي بضخ أربعة مليارات دولار في السوق المالي دون جدوى إلى أن اضطر مؤخرا إلى رفع سعر الفائدة على الرغم من معارضة الحكومة لهذا الإجراء الذي قد يضرب نسبة نمو الاقتصاد ويربك تدفق الاستثمارات الأجنبية الحكومة تتحدث عن وجود خطط بديلة لديها لإنقاذ الليرة لم تفصع عنها والاقتصاد لا يحب الغموض وهو ما يزيد من تعقيد المشهد مع تواثر ارتفاع نسب التضخم والبطالة وتراجع الاستثمارات الأجنبية إجراءات البنك المركزي كانت بمثابة مسكن مؤقت للأزمة ويتوجب على الحكومة حاليا معالجة قضية الفساد الأخيرة والتي أضرت باقتصاد البلاد التحديات الاقتصادية الراهنة تضع الحكومة في موقف لا تحسد عليه في نظر الشارع فرئيس الوزراء رجب طيب أردغان والذي وصل إلى السلطة عام 2001 إثر أزمة اقتصادية حادة يبدو أنه بات على أبواب مثيلة لها قد تفتح باب الاقتراض الخارجي من جديد بعد تراجع سعر صرف الليرة في الأزمة الأخيرة شهدنا ارتفاعا في الأسعار مثل ارتفاع أسعار المحروقات والإيجارات والعقارات حتى المواد الغذائية وغيرها لا شك أن الغلاء المعيشي بات يضرب في كل اتجاه لقد تأثرنا سلبا بهذه الأزمة ونتمنى أن تتمكن الحكومة من السيطرة على تضخم الأسعار وهو ما بات يرهق جيوبنا تدخل البنك المركزي وينعزز من سعر صرف الليرة أمام الدولار إلا أنه لم ينهي الأزمة الاقتصادية في البلاد مع توقعات بطباطئ نسبة النمو وتضخم قد يضرب السوق التركي لسنوات مقبلة مهيوب خضر تلفزيون دبي اسطنبول